تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة وقال المفاوض العام للهيئة العليا للعشائر عاكف المصري قال إن مصر منذ بداية العدوان على غزة في السبع من أكتوبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تتدخر جهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغاثية بكل طرق مثمنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يبدل جهودا مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وضف المفاوض العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافر الدولية وتحشيد الرأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهل في القطاع فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات